ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وقبل أن تداهمنا الاتصالات بالحديث حول المستجد فيروس الكوفيد ناينتين فيروس كورونا المستجد الذي أصبح حديث العالم والذي أوقف نشاطات وهدم اقتصاديات وحطم مشروعات وحطم آمال وأوقف حياة البشر ونشاطاتهم وبإذن الله تعالى تنقشع هذه الغمة قريبة ومن واقع المسئولية المجتمعية وزي ما بقول لحضراتكم أن الكلمة نور وبعض الكلمات قبور فكل كلمة مسئولية ومسئولية كل أطباء العالم أن يتحدوا الآن ضد هذا الوباء الذي انتشر في العالم فتحول اسمه من وباء إلى جائحة لأنها تنتشر انتشار عالمي وزي ما قلنا لحضراتكم أن كان هدف المجهودات المصرية الوزارية من وزارة الصحة إلى تحجيم عدد الحالات وإلى تصطيح المنحنة وقلنا المعلومة دي من أول مرة تكلمنا أن نحن نحاول أن الحالات تيجي بعدد أقل إذا أمكن أو على فترات أبعد عشان لا تمثل ضغط على الوسائل والمصادر الطبية والأطقم الطبية وقلت لحضراتكم في الحلقة السابقة أن الفترة الحالية هي فترة زروة الإصابات في مصر والمتوقع أن تستمر حتى نهاية شهر يونيو بإذن الله تعالى ربنا يزيح هذه الغمة ويرفع هذا البلاء وبالتالي كانت المسئولية في العمل على تقليل الإصابات قدر الإمكان علشان تفادي هذه المشاكل تقليل الإصابات تقليل الحالات اللي بتتم تحولها المستشفيات تقليل الحالات اللي بتدخل للعناء المركزة تقليل الوفيات بإذن الله تعالى قدر الإمكان وبعد مساعدة الله سبحانه وتعالى وأكدنا على أن أهم الوسائل هي التباعد المجتمعي وأن ده للأسف اللي المصريين ما زالوا مش بيلتزموا به عشان كده عدد الحالات في زيادة لكن متوقع إن شاء الله أننا نكون في زروة أو على وشك الوصول لها ثم تبدأ الأحوال في الهدوء كما علمنا من علم الطب ومن علم الأوبئة ومن سنة الله في خلقه مفيش وباء بيستمر كثيراً ورغم أن هذا الوباء مقلق جداً في انتشاره والعدوى منه هو العدوى منه بتنتشر انتشار كبير وغسط ناس كتير وحتى معدل العدوى في مصر حتى أسبوع ماضي كان تقريباً واحد واربعة من عشرة يعني كل شخص ممكن ينقل لاربعتاشر شخص أو كل عشرة منقل لاربعتاشر شخص فده رقم مازال كبير لكن برضو 80-85% من الحالات ستبقى بلا أعراض أو بأعراض بسيطة وستنتهي خلال أيام مع الالتزام بقواعد الصحة العامة والتغذية ورفع المناعة وأخذ مخفضات للحرارة والانتباه لأن بعض الحالات بتتدهور تدهور سريع وشديد في أوقات قليلة ما لم تكن تحظى باهتمام وبرعاية طبية نشوف الفيديو اللي معانا أو نشوف الصورة الأول نشوف الصورة دي الصورة اللي معانا دي توصيات وزارة الصحة المصرية بيحصل تحديثات في النصائح كل مدى ليه بيحصل ده علشان فكرتنا عن الفيروس بيتغير ده مستجد ما كناش نعرف عنه كتير فوجئنا بعدد كبير من الحالات في العالم كله فنظرتنا للفيروس بتتغير كل شوية حنلاقي أن منظمة الصحة العالمية حديثا قالت أن الوهم اللي كان عندنا أن الفيروس بينتقل بالتلامس وبالأسطح الملوسة ده قل الاعتقاد فيه الآن هو فيروس تنفسي تماما وبالتالي بينتقل بالدروبلت بالرزاز أو إيربورن عن طريق الهواء وبالتالي زي ما أكدنا قبل كده وزي ما بتأكد الصورة وحرجع حط الصورة قدام حضراتكم يا ريت ونرجع نتكلم عليها أن يجب التباعد المجتمعي التباعد واحد قاعد على كرسيه وزي بين كرسيين فضيين ثم واحد تاني المسافة بين كل واحد والتاني بتكون ما بين متر ونص مترين على أقل تقدير غير التباعد كمان الالتزام بارتداء الكمامة الكمامة بتقل الرزاز اللي خارج من حضرتك بتقل الإفرازات اللي خارجها من حضرتك ده الهدف الرئيسي منها الكمامات أنواع فيه أنواع بتقلل دخول الفيروس ودي مش متاحة ودي متاحة للأطقم الطبية والكمامات القطنية اللي الناس بتقول إنها لا تحمي من الفيروس فعلا هي لا تحمي من الفيروس لكن تقتضي فكرة ارتداءها إن لما حضرتك واللي جنبك واللي جنبك وفي كل مكان مغلق كل الناس مرتدية الكمامة اللي لا تم مع دخول الفيروس لكن حتمنع خروج الرزاز منك وتقلل المشاكل اللي جاية منك فإذا التزم الناس في المحيط كله بده فده حيقلل جدا وجبت لحضراتكم الحلقة قبل السابقة إن لو التزمنا بارتداء الكمامة شخص مريض وشخص صحيح نسبة العدوى حتقل لحوالي واحد ونص في المية ويجب الالتزام بده خاصة في الأماكن المغلقة الأماكن سيئة التهوية اللي يجب تجنبها قدر الإمكان خاصة للهاي ريسك جروب الناس اللي سنهم كبير أو الناس اللي عندهم مشاكل صحية يتجنبوا هذه الأماكن المغلقة وقلت لحضراتكم إن حنلاقي إن العدوى بتبقى كتير في الموظفين اللي في البنوك وفي الموظفين اللي في المولات وفي المحلات التجارية لإن دي أماكن مغلقة وإن يجب يعقود تفكيرنا في التصميم هذه المباني لما نخلص من الجائحة دي فبنلاقي موظفين في المحاكم وفي المحلات العامة وفي البنوك وفي المولات لإن دي أماكن مغلقة وزي ما عرضنا لحضراتكم إن الفيروس لو حد عطس أو كحة ممكن يستمر موجود داخل هذا المكان المغلق لعدة ساعات قد تقترب من ثلاث ساعات يعني واحد عطس أو كحة أو خرج منه رزاز الساعة واحدة واحد دخل المكان ده الساعة ثلاثة قعد فيه خمس عشر دقائق فيلتقط العدوى هو بيستمر فترة طويلة كده أيوة في الأماكن المغلقة سيئة التهوية وبالتالي من الحاجات اللي تمنع ده إنك تتواجد دايما في أماكن تهويتها جيدة نرجع لللي كان مكتوب في كرسات لابتدائي زمان إن الحرص على تجديد الهواء وفتح الشباك وإن نشم الهواء إيه اللي المصريين بيقولوا عليه الهواء بتاع ربنا شوف اللفظ عشان يميزوه عن الأماكن المغلقة اللي الهواء فيها بيدور في سايكل وسيركل لا تتجدد فبتسمح باستمرار الفيروس التعرض للشمس الكلمة الشهيرة اللي كانوا بيقولوا إن البيت اللي بيدخلوا الشمس لا يدخلوا الطبيب لإنها فعلاً ليها دور مش للقضاء على الفيروس لكن لتقليل العدوى وتقليل مدة بقاءه نشوف كده أول فيديو معانا عشان نوري حضراتكم إزاي الأماكن المغلقة هي الأماكن الأكثر مشاكلاً والأكثر إحداثاً للإصابات واللي لازم الناس تتجنب به ده أوتوبيس عشان كده بنشوف ليه الحكومة المصرية ألزمت الناس بارتداء الكمامة في المواصلات العامة أوتوبيس مغلق ما هواش جيد التهوية لإنه أوتوبيس مكيف عندنا واحد بس اللي هو لونه أحمر ده هو اللي في العدوى لو خرج منه رزاز هنشوف الرزاز ده مجرد النكاح اتنحنح اتكلم بصوت عالي عشان كده عمالين نقول للناس ما تتكلموش بصوت عالي كل ده بيسمح بخروج رزاز شوف الشخص اللي على مقربة منه وعلى بعد متر منه أصابه قد إيه من الرزاز اللي خارج من الشخص ده اللي مش واخد باله واللي بيتكلم في التليفون جوه المترو ولا جوه الأوتوبيس بصوت عالي وهذا الأوتوبيس المغلق أو عربية المترو أو عربية السكة الحديد اللي مغلقة هنشوف بقى دورة الرزاز بتاع هذا الشخص هتفضل الرزاز ده يدور داخل العربة لإنها غير جيدة التهوية وما بيحصلش فيها تجديد للتهوية وبالتالي يستمر الرزاز ده لفترة طويلة وبالتالي بقت المواصلات العامة والأماكن اللي فيها التجمعات دي أماكن خطر وعشان كده ما نستغربش اهو wearing mask لو هو بقى لابس المسك الرزاز اللي خارج منه هشوف الصورة العشمال ده وهو مش لابس المسك الصورة العليمين هو لابس المسك الرزاز اللي خارج منه حيبقى أقل الناس اللي قريبة منه حيبقى إصابتهم أقل احتمالية العدوى أقل عشان كده الالتزام بارتداء المسكات في الأماكن المغلقة وفي المواصلات العامة شيء هام جدا والحاجة الأهم كمان هو التباعد المجتمعي هذا فيروس ينتقل بالهواء وبالرزاز لما حضرتك تبقى هو بيتكلم تاني هو بيتكلم بيتكلم بس بس مش لابس المسك الرزاز اللي خارج منه وموجه للشخص القريب منه احتمالية العدوى عالية جدا 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 تمام؟ لما الصورة اللي عليمين بقى هو لابس المسك احتمالية الرزاز اللي خارج منه بقت قليلة قوي وبالتالي احتمالية العدوى بقت أقل صحيح أن الفيروس كمان 80% من الحالات هتبقى حالات بسيطة ولا تحتاج إلى رعايات طبية مكثفة ولكن ما بنقدرش نضمن مين اللي حيتدور حالته الحاجة التانية اللي مهمة جدا هي المشكلة الإنكار المجتمعي كل واحد بيحس بأي أعراض بالوقت يدور على أي حجة سوى أنه يبقى ده أصلا حررت علي بس أصلا ما بشربش مياه كتير أصلا خارجت في الشمس أصلا مش عال يا سيد الفاضل إحنا في وباء أي حد يحس بأي أعراض تقترب من الوباء يجب تشخيصه أنه مصاب بهذا المرض إلى أن يثبت عكس ذلك وقواعد الطب بتقول حتى إذا ثبت عكس ذلك لو سمحت عامله على أنه مريض فأي حد عنده ارتفاع في الحرارة تكسير في الجسم ألم في الحلق كحة نشفة همدان الفقدان أو تغير في حسة الشم أو في حسة تزوق أي من دول مش لازم كل دول السعال الجاف ده يجب أن يعمل حتى أحيانا الإسهال والألام المعيدية ده يجب أن يعامل على أنه مصاب بالفيروس إلى أن يثبت عكس ذلك وحتى إذا ثبت عكس ذلك ويجب عزله ويجب التعامل معاه وبالتالي اكتشاف الحالات مبكرا والتعامل معها مبكرا من الحاجات المهمة علشان لا تتضهر من حالات بسيطة الحالات متوسطة المشكلة أن معظم الناس بتقضي يوم واثنين وثلاثة في مرحلة الإنكار لا أصلاً ما عنديش لا أصلاً حيجيلي منين ما أنا مخرجتش من البيت حيجي لحضركم الهواء اللي بتتنفسه اللي داخلك في البيت أصلاً أنا بلبس الكمامة الكمامة تقلل لاحتمالية العدوى ولا تمنعها ما فيش حاجة تمنع تماماً أصلاً صحيتي كويسة أصلاً ما خلطتش حد حضرتك تعرف منين أن ما خلطتش حد إذا كان 80% من المصابين ما عندهمش أعراض ومنتشرين في المجتمع وهم وسيلة لنشر هذا المرض عشان كده بنقول لو سمحت خلي بالك أن كل واحد اعتبره أنه هو مصدر عدوى فتعامل معه أصلاً ده خوية حينقل آه يا سيدي حينقلك العدوى مش لأنه بنقلها بمزاجه لأنه هو بشر وبالبشر يخرج منه رزاز والرزاز قد يحمل الفيروس ومش لازم هو يكون عليه أعراض خالص والشخص المصاب بيبقى معدي يومين ثلاثة قبل ظهور الأعراض يعني أنا عرفت أنه فلان اللي معنا في الشغل انبارح الخميس حرارته علية وقعد في البيت أيها حضرتك من يوم لتنين وهو كان معاك في الشغل هو معدي ها دخل الفيروس في جسمه ولسه ما أظهرش أعراض لكنه معدي ويستمر نشر العدوى منه تقريبا لمدة 4-5 أيام من بعد بداية الأعراض وأكتر على حسب قسوة وشدة الأعراض وقسوة الفيروس اللي هو مصاب بيه والفيرل لود بتاعته ومنعته وعوامل كتيرة جدا لكن من قبل ما يتشخص هو معدي فلنسأل لك أنا أول ما عرفت بقى تجنبته أيها حضرتك قبلها بيومين هو كان بينشر العدوى وناس كتير ماشية في الشارع مصابين وهذا الفيروس سينتهي خلال أي أيام أسابيع أنه يصيب 60% من البشرية 60% يعني من كل مية فيه 60 أصبهم ال60 دول 80% منهم يعني 60 من المية جالهم 80% منهم اللي هما تقريبا 40 من كل مية لم يشعروا بأي شيء على الإطلاق وحنلاقيهم بعد فترة عندهم أجسام مضادة تثبت أن الفيروس دخل جسمهم وبقى عندهم مناعة ولكن خلال هذه الفترة اللي ما كانوش بيحسوا بأعراض كانوا ناقلين للفيروس صحيح بنسبة قليلة والعدوى منهم قليلة والفيروس اللي بيخرج من الناس اللي ما عندهمش أعراض بسيط غالبا لكن كل شخص يجب أن ينظر لأي شخص أنه مصدر لأن يؤذي وإن أنا شخصيا مصدر إن أنا أؤذيك فنعمل إيه نتباعد قدر الإمكان دي أهم كلمة اللي المصريين مش قادرين يحققوها كلمة التباعد البنوك وشركات المحمول بتخرج الناس بره وما تدخلش الناس اللي بعدد محدد جميل فالعدد اللي موجود داخل البنك عدد قليل وبيحاولوا إنهم ما يعودوش لفترة طويلة وبنقول للناس لو سمحتوا إنجزوا ما تعودوش تتكلموا كتير علشان ننجز لكن البنك والشركة حطوين 50-70 واحد منتظرين بره عشان ييجوا دورهم عشان ما يخشوا الشركة عشان يقللوا العدوى للموظفين لأنه دول مضطرين لده يقوم الـ 50-70 واحد اللي منتظرين في الشارع دولتا يوم منتظرين خلال متر متر ونص على باب البنك حضرتك فين التباعد المجتمع كده احنا ما عملناش حاجة تمام الناس اللي بتصلي جماعة والمساجد إن شاء الله ستفتح قريبا مهم إن احنا نصلي جماعة أيوان نصلي جماعة بس بالتباعد المجتمعي تمام لازم يبقى المسافة متر ونص أو أكتر ما بين أي واحد للتاني دي أهم حاجة أهم من الكمامة كمان الكمامة مهمة لكن دي أهم كمان التباعد المجتمعي عشان تقليل نسبة الإصابة بالفيروس عفانا الله وشفانا وشفاكم وأدام على الناس كلها صحتها وأمانها ورفع عن هذه الأمة الوباء والبلاء في أقرب وقت إن شاء الله نستكمل حديث مع حضراتكم عن الكوفيد-19 مع فيديوهات أخرى لكن بعد أن نستقبل الاتصالات التليفونية ونبدأ في استقبال أول اتصال في حلقتنا النهاردة تفضلوا السلام عليكم وعليكم السلام زكي يا دكتور أهلا بحضرتك أنا يا دكتور أم أحمد من مليا كان لنتك قبل كده عندي تكييفات معايا أحمد عمد سبع السنين وجاب أحمد كان في موجود تكييفات برضه وكان منع الحمد طيب هو أبل أحمد وبعد أحمد وطول عمر حضرتك أنا مش عارف اسمك إيه لكن حضرتك أم أحمد أيوة حضرتك ده أم أحمد ده كونيتك أنا أسمك اللي أبوك وأمك سموك بيه حيفضل ملازمك طول عمرك وكمان حيفضل ملازمك طول عمرك إنك عمدك تكييف مبايد فتكييف المبايد مرض مزمن لا يشفى فما فيش داعي إنك تقولي أبل أحمد كان عندي تكييفات وبعد أحمد عندي تكييفات لإن التكييفات هذا مرض لا يشفى منين ما جي لحضرتك حيفضل موجود العلاجات اللي الدكاترة حيدوها لحضرتك كل هدفها هي تغيير دركته وأي حد روح طيله وقال لك كان عندك تكييفات على فكرة خفت آه دي اختفت هذا كذب تمام؟ فضلي بس يا دكتور الوقت معي جامدة جداً بتتعبني جداً ويعني وحليها الدارة يعني مش منتظمة خالص تمام هو عدم انتظام الدورة واحد من الأعراض الرئيسية لتكييف المبايد وقد تعكس درج التكييف بس قبل ما نكمل عشان بتيجي ستة تقولي على فكرة قبل بس ما تكلمني لأن الدورة منتظمة جداً ممكن يبقى فيه تكييف من درجة شديدة جداً وتبقى الدورة منتظمة جداً وجايز تيجي بكمية كتير وجايز تيجي بنزيف لكن في الأغلب الستات اللي عندهم عدم انتظام في الدورة وتأخر شديد زي حالتك عندهم درجة شديدة من تكييف المبايد كميلي تفضل طب يا دكتور انت قلت لي بكده اننا عايزة منذور الرحم وكده أولاً اسمه منذار بطن لأن المنذار الرحمي يدخل داخل الرحم ومرت تكييف المبايد في المبيضين وبالتالي المبيضين دول بيتم التعامل معاهم بمنذار بطن فاحنا عينيننا بينطقوا خطأاً كتير تقوم رايحة كده الدكتور قال لي اعملي منذار الرحمي منذار الرحمي ده لا قيمة له في علاج تكييف المبايد ولا في تشخيص الأنابيب ولا في التساقات الحوض واللي بيتعمل اسمه منذار بطن وما هواش زي ما انتو بتقولوا كمان منذار بطنة منذار بطنة ده ملوش معنى اسمه منذار بطن لعلاج تكييف المبايد ايوه انا حنسمع بس انا اسمعها الاخر وممكن ندخل الصوت ايوه الاعراض بتقولي ايه اعراض كتيرة اعراض واجهة كتيرة جداً بتجلي يعني جابني الدورة بخمستاشر يوم طيب بس عبانا جداً الم الدورة والم الحوض ليس عرض رئيسي من تكييف المبايد وفي الاغلب ليس بسببه يعني مش بسبب التكييفات غالباً مش بسببه مش يا دكتور طبعاً هو المنذار البطنة ده هيتعمل عند حضرتك في المركز ولا بيتعمل فين ده البطنة تمام هقول لحضرتك بقى واحد انا راجل تخصصي امراض نيسا تخصصي في امراض نيسا تأخر حمل تخصصي في تأخر الحمل جراحات المناظير تمام فمنذار علاج تكييف المبايد هذا ضمن تخصص الدقيق لكن ما فيش حاجة اسمها بنعمل منذار ويتعمل عند حضرتك ونيجي نعمله المنذار هو الخطوة رقم 3-4 في علاج مرضى تكييف المبايد تكييف المبايد خلال هرموني يبقى لازم من ضبط الهرمونات معناه ان هرمونات الست دي معترضة على وزنها يبقى لازم من ضبط وزنها لازم من ضبط وتقليل درج التكييف ساعتها يبقى المنذار مجدي تمام المنذار دوره يشخص في مشكلة غير التكييفات ولا عندي التساقات من العملية اللي فاتت رغم النوم قالولي الأشعة اللي بستبغى كويسة لأن الأشعة اللي بستبغى ليست الدقيقة في تحديد تكييف المبايد جالي مع تكييف المبايد مرض اسمه البطانة المهاجرة صحبه وشقيقه وحبيبه وبييجي معاه ولا يظهر ألا بالمنذار ويحدث التساقات في الحوض وألم في الحوض فيه بطانة مهاجرة ولا لا وعلاجها ايه ده يتم من خلال المنذار بعد ضبط الهرمونات أيوا ده تخصوص الدقيق نشوف الاتصال اللي بعد يا دكتور لو سمحت معلس أنا عملت إشعار السابق فان قبل كده والدكتور جالي عندك أمور من الضودة تمام كويس ايه المطلوب ماذا يغير هذا في اللي أنا قلتوك لازم معلاج يعيب لبطانة المنذار البطان مظبوط مظبوط مفيش كلمة تغيرت ماشي يا دكتور عافو شكري العافو زي ما قلنا وارد جدا يبقى السبب بقى في تأخر حمش بس تكايوسات يبقى فيه التساقات بسبب الولادة السابقة الله ده بصوا في الأشعة اللي بالسابقة وقالوا لي كويسة الأشعة اللي بالسابقة حاجة هيلة جدا في أنها تقول الأنبوبة سلكة ولا أما الأشعة اللي بالسابقة ليست دقيقة على الإطلاق في تحديد وجود التساقات يعني حد بصوا في الأشعة اللي بالسابقة قال ايه ده ده مليانة التساقات نعمل من ظهر ما ليش التساقات خالص لأن الأشاعر بالسابقة ليست دقيقة في تحديد الانتصاقات وحد دион يقول الله الأشاعر بالسابقة دي ممتازة فعملنا من ظهر فلقينا 6 مليانة الانتصاقات لأن الأشاعر بالسابقة ليست دقيقة في تحديد الانتصاقات وهي فقط مرجحة وليست قاطعة من ناحية الانتصاقات أما كفائتها وحساسيتها لبيان الأنابيب ونفذيتها هي الأعلى وكثير من قصة الانتصاقات هل معنا اتصال آخر؟ فضلوا أهلو اتفض داليا يا فندم أهلو أيوة لو سمحت أنا مادام داليا من قفر الشيخ أيوة لو سمحت يا دكتور وأنا يعني متجوزة من بقالي خمس سنين والدكتور كان يعني عمل لي يعني رفت لدكاتراكتل وقال له ما عندكيش حيوة وبعدين رفت الدكتور تاني عمل لي منظار وقال لي عندك بطانا مهاجرة طيب مادام داليا مادام داليا سانيا يا حدث حضرتك دي طريقة المريضات المصريات في عرض حالتهم بصي أنا متجوزة وقال لي خمس سنين وروحت لدكتور كتير وعملت حضرتك ما قلتيش الجملة اللي هي أنا ما حملتش قبل كده خالص ودي شكوية ودي مشكلتي كل المريضات كل المريضات تقعد تحكي قصة طويلة عريضة وما تقولش كلمة أنا تجوزت حملت أنا ما حملتش أنا بدور على حمل معرفش ليه حضرتكو بتفادوها زي ما تكون مع عيبة يعني لكن أنا سني كم سنة يا مادام داليا طيب إلى أن يعود صوتها لنا عايزين أي مريضة تأخر حمل تقدم نفسها كده أهم من اسم حضرتك ودي شرفنا سني متجوزة بقالي قد إيه حصل حمل قبل كده ولا رحت لدكتورة كان تشخصه من عندي إيه لكن طبعا الكلام اللي حضرتك بتحكيه يبدو كلام منطقي جدا 80% من السيدات إيه اللي حيتقلهم إحنا مش عارفين إنتي ما بتحمليش ليه سواء كانت حملت قبل كده أو لا إلا عندها تأخر حمل مجهول السبب غير محدد السبب لا يوجد سبب واضح مش فاهمين إنتي ما بتحمليش ليه خدنا منشطات والطبويت كويس أوه مع ذلك ما بحملش قالوا يعملي تحليل لجوزك وقالوا لي كويس أوه مع ذلك ما بحملش عملت أشعة بالسبب كويس أوه مع ذلك ما بحملش 80% منهم عند عمل منظار سيكتشف المنظار سبب ونسبة كبيرة منهم ستكون السبب هو البطانة المهاجرة زي ما حضرتك بتحكي خمس سنين من عدم حدوث حمل مطلقة ندخل لهم بمر على دكاترة ما فيش تشخيص واضح عندما تم عمل منظار اكتشفى وجود البطانة المهاجرة طيب كميلي يا دالي طيب ماشي يا دكتور هو آي وانا ما حملتش قبل كده وهو عمل منظار بطنه رحمي وقال لي عندك بطانة رحم المهاجرة وكان عندش وسط ساقات وفكهم وبعدين بعد كده أخدت علاج وخدت منشطات كتير ومحصلش حمل المنظار معمول بقاله قد ايه لا ده من 2017 كويس أوه حدش قال لحضرتك ان بعد مرور سنة تقريبا من عمل منظار ولم يحدث حمل يجب التفكير في اللجوء للحقن المجهري فعلا يا دكتور انا عملت بعدها حقن مجهري ومحصلش نصيب لانا احمل وارد حضرتك سنك كم سنة انا حاليا 22 سنة 22 سنة يعني حضرتك متجوزة عمرك 15 و 16 سنة لا كان عندي 17 وحضرتك مش شايفة ان ده بدري شويتين ما علينا مخزونك من البويضات قد ايه بص يا دكتور يعني انا مش عارفة بس هو كان بيقول التحليل كويس طيب حضرتك طلعت كم بويضة وقت الحقن المجهري الدكتور كان بيقول 20 20 ده رقم كبير و20 ده ما يحصل شلف مريضة عندها تكايص مبايد من درجة المال لم يتم اصلاحه وضبطه قبل الحقن المجهري اتخصب منهم كم بويضة من 20 10 وبقى فيه كم جنين في النهاية هو كان بيقول فيه سبع جنة فهو انا قال لأربعة وقال التلاتة التانيين ما ينفعش يتجمدوا هم الاربعة دول وربنا يكرمك منهم ان شاء الله ويحصل حمله وما فيش حاجة أكتر من كده تمام تفتكري ليه تفتكري ليه العشرين ريسيو على سبعة والسبعة ريسيو على اربعة اتقال لحضرتك ان حالتهم ممتازة اتقال لك كده بس انا بحلفلك ان حالتهم ما كانتش ممتازة ما انا فعلا بعد كده اعرفت اللي هو كانت جودتهم مش كويسة انا اقول لحضرتك بسبب ان حضرتك عندك بطانة مهاجرة مشكلة البطانة المهاجرة انه مرض يخفض جودة البويضات وجودة الاجنة ما لم يكن مهبطة جيدا وحضرتك حضرتك اللي تطلع عشرين بغيضة دي عندها مشكلة هرمونية أخرى لم يتم ضبطها قبل اللجوء للحقن المجهري والمشكلة الهرمونية دي بالمناسبة اللي مخلياك الأيام دي شعر الراسي عمال يقع كتير وبشريت اتغيرت ومنش فاهمة ده ليه بس ما علينا المهم وبعدين فعلا يا دكتور انا بعد الحان المجهري ما رفتش يعني ما رفتش بس لتكتر وفي الفترة الأخيرة دي قبل موضوع الكورونا وكده رفت الدكتور وقالي على الموضوع كله وقالي عندك نسبة تكايفس على المبايد برافو عليه لأن الكلام ده يقيني فعلا من اللي انت بتحتيه كملي وقالي قدني ستوفاج ولكتودائل وقالي حبوب للبن وقالي عامدك يعني لو تعمل منظار وتستني من ست شهر لسنة يتكرر الجوء للحقن المجهري هو حالة حضرتك زي أنا أسف كده زي لعبة الضمنة اللي قفلت على الطريقين دول هما مفيش هلا كده طيب حضرتك عايزة تسأليني في ايه بقى أنا أخذت السنوفاج دول لكتودائل قلت شهور وأنا دلوقتي حامل مبروك الحمد لله يعني واضح تمامه يبقى عندما يتم التشخيص صحيحا والعلاج صحيحا يعني احنا أنا من التلفزيون هنا بقولك اللي انت بتحتيه ده انت عندك تكايص من درجة ما محدش قالك الكلام ده طول خمس سنين لما رحت الدكتور وقال الكلام ده وكتب لك علاج له حملتي تمام يا دكتور أنا دلوقتي ما رحتش للدكتور اللي أنا كنت عنده ده علشان هو مشواره بعيد فأنا رحت الدكتور يعني قدامنا هنا فقال لي انت لازم تاخذ السنوفاج ده مع الحاجات بتاقي يعني الهلاج بتاع الحمل علشان السنوفاج ده يعني اللي بيمشي به لازم ياخده شوي تمام فيعني هو ده كويس ولا مش كويس لان الدكتور قبل كده قال لي لما تحملي تبطل السنوفاج ولا السوداء لا ما قالش كده والدكتور اللي حضرتك رح فيله وكتب في الرشدة حتى حدوث الحمل ما قالش يوقف عند حدوث الحمل طب هو يعني حتى حدوث الحمل يعني حتى حدوث الحمل المفروض حضرتك تروحي له تروحي تاني وتركابي من بلدكم وتروحي تدقي في المشوار اللي كان مدايئك لكنه هو المشوار الوحيد اللي نفعك خلاص تمام يا دكتور يعني هاخده لحد امتى لحد ما يظهر نبض الجنين او تروحي للدكتور اللي كتب لك العلاج ده ايهما اقرب لا انا بقولش ايهما اقرب في المسافة بقول تستمري على السيدوفاج لحد ما يظهر نبض الجنين او تروحي للدكتور بتاعك اي من الحدثين اقرب زمنيا ماشي تمام يا دكتور تمام بقول لحضرتك ايه ايه هو انتوا يوم شم النسيم جبتوا في سيخ وكلتوا زي ما بتعملوا في كفر الشيخ ولا في حاجة تغيرت ليه ما في الحاجة تغيرت يعني عملتوا كل حاجة بتنفسكم تمام وفي العيد كده ما خدتوش بعضكو في يوم الصبح وروحتو في بلطيم ساعتين كده عشان نشم الهواء ونغير بدل الحبسة والخنقة اللي احنا فيها لا ما رفناقش طيب ابقى حضرتك بقى خدي بعضك واركبي من بلدكو الساعة 7-8-9 الصبح هتوصلي القاهرة الساعة 12 هتكوني في عيادة الدكتور الساعة واحدة الساعة 2 هيكون التحاليل بتاع حضرتك طلعت عشان انت عارفة ان العيادة دي اول وبتحط رجلك فيها التحاليل بتطلع في ساعة واحسن او جواد تحاليل في مصر كلها وانت عارفة الكلام ده والساعة 3 هتلاقي نفسك قعدة قدامه كل سنة وانت طيبك وانت طيب هنخرج لفاصل قصير وبعد الفاصل نواصل الحديث مع حضراتكم حيث نحاول ان تكون مدام داليا لا تتحدى زكائي فاصل وبعد الفاصل نواصل عدنا اليكم بعد الفاصل وانستكمل معكم بشرة خير طبعا مدام داليا زي ما حضراتكم بتقولوا كده على الصفحة كعادة مريضاتنا الذين يعتبرون اننا في همكم مدعية وفرحكم منسية وكعادة مريضاتنا اللي عايزين ياخدوا اي حاجة مننا فكمان تتصل من خلال التلفزيون عشان نقول اي حاجة ولا تحمل للرجل الوحيد الذي قابلته مرة واحدة والوحيد الذي قابلته وعمل تحليل واشاعة ولا اداها علاج ولا كتب لها منشطات ولا عمل لها منظر وقال لها الحقيقة وقعد تلت ساعة يشرح لها حالتها ويقول لها ان عندك فكايص مباعد وان عندك بطنة مهجرة وان دوارد يأثر وهاتي الفيديو بتاع العملية عشان نشوف وقال انه مهتم بينما هي راحة لمئات محدش فيه مهتم لا يعود معاها ولا يشرح لها ولا يفهمها ولا يكتب لها علاج ولا يبص للفيديو وكتب علاج فكان توفيق الله حالتهم هما الاثنين فلم تحمل فلم تحمل لهذا الرجل الذي حملت بمجرد ومحطت رجلها في عيادته وقعدت تلت ساعات بعد ما كانت عندها اربع سنين من الانتظار لم تحمل له هذا الجميل انها تتصل تقول له متشكرة تعام ولا انها تعود لهذه العيادة اللي كانت بشرة خير عليها وعلى مئات والوف عشان تقول طب اعمل ايه طب احافظ عليه ازاي والمتوقع واللي بنشوفه ان الحق بعد الشر يعني ده انا في الشهر التاني وقالولي مفيش نبض فانا جيت لكو بقى اول حق ده انا ضغطي علي وقالولي المية حوالين الجنين قليلة وما بتحركش بقى ليومين فانا جاية بقى تلحقه لي اول حق انا من سنتين تلاتة جيت هنا وكتبتولي علاج وحصل حمل وولدت بقى يسرها من وقتها ما بحصلش حمل ورغم ان انا حملت لما جيت حطيت رجلي هنا بعديها انا كمان لفت تاني على نفس اللي كنت بروح عندهم خمس ست مرات ومشولي قالولي نفس الكلام ولما زهقت وما حصلش ام تقول يا جيلكم لنا الله لنا الله معانا اتصالت لفوني اخر تفضلي يا عوض السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور انا عاملة منظر رحمة وبطن من شهر واحد ايه وعندي تكايف مضايد وبطنة مهاجرة ايه بقى لخمس شهور وباخد من الشطات امان من شهر اثنين عاملة المنظر ده من 28 واحد عند حضرتك ايه دلوقتي بعد ثلاث شهور يعني الثابوت بيطلع ضعيه تمام واعيدلي شهر واكملل 6 شهر اخر شهر ده روحت عندي دكتور قال لكتر المنشطات ربيتلي في كياسة على الثابوت وكده طب انا محتارة دلوقتي يا دكتور اخد الشهر الثابت ولا بخدرش تمام اجاوب حضرتك بقى عندي عدة اجابات كده ونقطة واحد حضرتك بتقولي اخر شهرين الطبويت طلع ضعيف ايه المسؤول عن حالة حضرتك في اخر شهرين هو من اخترتي وذهبتي له وتابع الطبويت ووجده ضعيف فكان الاولى به بدل ما يقول الطبويت ضعيف ان يقول لحضرتك نعمل ايه عشان نحسن الطبويت ضعيف واصبح من يوم حضرتك غادرتين والتزمتي بيه هو المسؤول فلما قال الطبويت ضعيف هنا حصل ان فيه شهرين تلاتة من الشهور اللي مثمرة جدا فيه فرص حدوث الحمل راحوا لان الطبويت كان ضعيف فكان الاولى به ان يحسن هذا الطبويت اتنين لما الطبويت يبقى ضعيف فرص حدوث الحمل هتبقى اقل من 30-40% اللي بنفترضهم كل شهر تلاتة لما الطبويت بقى ضعيف وارد ان البويضات تجبر ولا تخرجش فيحصل اكياس وهذا وارد مع اي ست بتاخد تنشيط للطبويت وهذا حدث الان لو فيه اكياس يجب ايقاف التنشيط على الاقل لمدة شهر لحد ما الاكياس دي تروح يجب تقييم وزن الست دي مرة تانية اللي معادش حد بيوزنه بعد ما حضرتك بطلتي تيجي للعيادة اللي كان تم علاجك فيها ممكن حضرتك تسمعيني من خلال التلفزيون بعد ذلك عشان نفضي الخط نمرة ثلاثة كان يجب تقييم هرمونات حضرتك وهرمون اللبن اللي ما تقس بقاله 3 شهور وكان يجب تقييم هرمون التبويد لبيان كفاءة التبويد وكل ده ما تعملش فاللي ما عملوش أصبح مسؤولا عن ضياع الشهرين دول لكن الآن لو في أكياس لو في أكياس لأنني لم أرى وبحكم على اللي حضرتك بتنقلهولي فلو في أكياس يجب علاج الأكياس ويجب إيقاف التنشيط ويجب تقييم الحاجات اللي أنا قلتها التي لم تقيم وحضرتك أصيتي في النص عمدا 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 أصيتي إن مكتوب لحضرتك في خطة العلاج فإذا لم يحدث حمل لحد شهر ستة اللي احنا فيه حضرتك تعمدتي إنك ما تقوليش كده تعمدتي مكتوب إن يجب أخذ التنشيط والعودة لتقييم الحالة وعمل تلقيح صناعي فحضرتك أصيتي ده عمدا والآن بتتصيط لأن أعمل إيه على أساس أني هبقى مش واخد بالي أو مش فاكر أو ما قلتش فنعيد تاني علّة في الإعادة تكون إفادة السيدة عواطف اللي عندها بطنة مهاجرة فرص حدوث الحمل بعد المنظار حوالي 50% إذا التزمنا بعلاج مكثف لتنشيط طبويد 6 شهور تكون فيه طبويد جيد يجب أثناء متابعة الطبويد أن يقوم متابعة الطبويد بتقييم وزن الست وهذا لم يحدث بتقييم حالتها الهرمونية وهذا لم يحدث ثلاثة إذا كان في ضعفه في الطبويد فهو مسؤول عن تعديل الجرعة لحين الوصول لطبويد جيد وهذا لم يحدث أربعة يجب أخذ أدوية لإخراج البويضات ومتابعة خروجها فإذا لم تخرج كونة أكياس فهذا لم يحدث فإذا تكونت أكياس وهذا وارد يجب إيقاف التنشيط ويجب الالتزام بخطوات العلاج المكتوبة والتي كان مكتوباً من ضمنها العودة في شهر يونيو وحضرتك عرفت كلام ده ومتعمده ما تقولهوش لتقييم التبويد ولعمل تقنية التلقيح الصناعي وتكرارها مرتين فحضرتك قلتي اللي عايزة تقوليه وتعمدتي هل معنا اتصلت لفوني آخر؟ مدام داليا مثال ومدام عواطف مثال لما نلاقيه كل يوم أنا عارف لما نلاقيه كل يوم فمعنا اتصل الوقتي بقى أستاذة رحمة فضلي السلام عليكم وعليكم السلام بقول لحضرتك أنا متجوزة من 11 سنة ايه وثيني 26 سنة ايه في أول خمس سنين جوز كان حصل حملة طبيعه مرتين كان جزء بيسافر وحصل في الفترة دي مرتين طبيعه ونزيل ايه في أول حمل في أيام يعني كنت حمل في أيام وتاني حمل في شهرين ونص تقريباً هما الاتنين ما يفرقوش كتير الإجهاضات في أول شهرين شهرين ونص لها معنا واحد ومسبب واحد فضل فحالياً جوزي بقى له 6 سنين موجود معي في الـ 6 سنين دوله محصلش حملة خالص كل الدكتور مفيش مشكلة جوزك عنده ضعفة بسيط وبعدين بياخد علاج وخلاص على كده فالفنجل المشكلة مش في زوجك بدليل انه حصل منه مرتين وبدليل انه باعترفه من المشكلة اللي عنده بسيطة ولا تؤثر وبدليل ان المدة الطويلة دي وخلال المدة الطويلة دي اللي بيتقال حضرتك كلام مفيش منه عقاد نافع يعني مفيش كلام واضح انا مبحملش بسبب كذا فحضرتك لو متابع الحلقة دي وسمعتين من اول حلقة فبنقول ان الكلام الناس اللي بيسر عليهم الكلام ده يبقى عندهم حاجة اسمها تأخر حمل مجهول السبب وقلنا اللي عندهم تأخر حمل مجهول السبب دول يجب ان حد يقول لهم اعملوا منظار عشان يتحول المجهول الى معلوم وحضرك هترد علي تقوليني محدش قال لي كده قبل كده لان اللي بتروحي لهم مش متخصصين وبالتالي ما بيقولوش كلام متخصص فبيعودوا ويزيدوا في نفس الديرة خدي منشطات لا ما عندكش حاجة لا حالتك النفسية لا بطالي تفكري لا حدجيلي الشهر الجاي حامل مبروك انا دعتي في نص الرابع كويس فمن اول ما قفلت كنت باخد الكليكسان من قبل ما رجع جينا وانا هما بيدوني الكليكسان بعد ما قفلت تراتشور من الحمل وقفوه للدكتور تمام فانا الان من الابر الكليكسان اللي نوقفتها فخايفة يحصل زي المرتين الاولينين لا يا فاند ما قلوش علاقة بالمرتين الاولين وللأسف الشديد للأسف الشديد لو رحتي تسألي ده كثرة الحقم المجهرين انت كتبتهولي ليه هيقولك احنا كتبناهولك كده فلان حضرتك خايفة ففكرة ما كان وقفتها ايو انا عارف ان حضرتك وقفتها بعد اذنك ديني فرصة تلاتين ثانية ان انا اتكلم فلان حضرتك وقفتيها وهم كانوا كانوا بنهالك وحملتي وانتي غداها فكرة ان دي ميزة ولا ليها اي ضغور ولا ليها اي معنى ولا هي سبب في نجاح الحقم المجهري ولا تحمي من اي شيء ولو سألتهم بتكتبوها ليه قولك كده لا انا قلتهم بتكتبوها ليه قالوا لي عشان انت حصل اجهادات مرتين فدي يعني ايه عشان ما احصلش اجهاد تاني حضرتك سمعتيني وانا بقول ان الاجهادات في اول شهرين شهرين ونص ما تفرقش عن مهار ايو انا حضرتك انا حضرتك بس عايز اعرف اقول جملة على بعضيها بعد اذنك مش فضل فاكملت الجملة بقى ان الاجهادات في اول شهرين شهرين ونص لهم نفس الاسباب ولا علاقة لها بادوية السيولة من قريب او بعيد سمعت الجملة كده سمعتها طب اقول تاني بقى يعني ادوية السيولة اللي حضرتك ختيها مش هي السبب ان الحمل كمل المراضي وصلت دي نقولها تاني ادوية السيولة اللي حضرتك ختيها وحصل حمله وكمل قدرا ولا علاقة لها من قريب او بعيد بالحمل وتأخره بالحقن المجهري ونجاحه بنقل الاجنة وثبتها بالعدم حدوث اجهاد في الشهور الاولى وهذه الادوية اللي حضرتك ختيها لا ضرر منها على الاطلاق حلوة جملة دي ولا فائدة منها على الاطلاق في حالة حضرتك حلوة جملة دي مش بس بعد اذن حضرتك عندي سوال تاني انا عندي تقول لي من انا بنص الرابع عندي تقول لي كده من تحت جايز تكوني حامل لان هذه اعراض الحمل الطبيعية اه فنال بس اشان هو انا برحله مرة كل شهر ففترة بعيدة فمن ساعة ما بأسيبه والحد ما برحله تاني ببعا على الانة فانا خايفة يعني ايه عشان كده مسألك عن الافردي فانا خايفة انه يكون هيا زي ما هما امفاهمين ان الثلاث شهر الاولانيين دولا لازم تبقى تاخد الكسان لما وقفتها فانا على الانة بس فعشان كده بسأل حضرتك حضرتك لانك لا تعلمي قلقت مبني على قلة علم ولان حضرتك عندك تقل فما حدش هيقول لحضرتك ان دي اعراض الحمل الطبيعية وحتروحي لدكتورة جنبك وتقولك ايه ده تقل ده العي النازل لتحت ونامي وريحي وقعت روحي للدكتور اللي بتروحي له اللي سفر لبعيد ده اوه انت تجي لانا بس عشان المسافة من هنا الهنا خطوتين لكن ايه وقيت كل الكلام ده واحد مش عندي السور بعد الآن حضرتك حركة العي اللي حس بيها وفي الشهر الكامل بعد شهر من الآن على الأقل بعد شهر من الآن على الأقل لان حضرتك اول مرة تحملي فظهرات في الحمل بلا خبرة فستتأخري في احساس الحركة لحد الشهر الخامس شكرا يا دكتور العفو ربنا يزيل قلقك ويهديكي معانا اتصال تليفوني آخر ألو ايه فان اه بايز نحكي يا دكتور انا متجاوزين بانا 30 ايه ماذا بحقا بردو حمد 3 مرات بس حصل إجهاض بالشهر الأول بعد دور الأول شهرين شهرين ونصف ثاليا ايه فان عملنا تحليل فالدكتور عمل تحليل مناعة وكده فتدع فيه تحليل أجسام مضادة عادي فهنشعلا أجسام المضادة ومشاكل مناعة لا علاقة لها بإجهاض الأسابيع والشهور الأولى نقطة واضحة هوا صريحة وقاطعة ومباشرة وبعدين حضرتك حضرتك بس ثانية ثانية واحدة بس نتكلم بهدوء كده مش الدكتور عمل لكم تحليل مناعة وفهمكم أنه دي سبب الإجهاضات اللي حصلت ايه حضرتك قل لي قل لي آه تمام طيب وهو الوقت احنا بنعالج حالتكم هو حضرتكم حالتكم دلوقتي حالة إجهاض متكرر ولا الإجهاض المتكرر ده كان والآن لا يحدث حمل يا دكتور حضرتك بتقول لي علاج الإجهاض وده سبب الإجهاض ووعى حوشة انا اكتشفت سبب الإجهاض طب بس يحصل احنا الوقت يا دكتور مش بيحصل الإجهاض ده مش حصل من شهرين ده بقى لنا سنة ونص سنتين لم يحدث حمل فحضرتك لما تقول لنا تشخيص يجب أن تقول تشخيص يفي بأن عندنا مشكلة المشكلة دي اسمها لما تقوله دي مكتوب في كتاب الطب أن هذه المشكلة لما تبقى من درجة بسيطة يحدث معها حمل وإجهاض متكرر وعندما تزيد هذه المشكلة اللي انت مش عارف توصلها ومش عارف تشخيصها ومش عارف تقولها حتى هذه اللحظة لا يحدث حمل بس حقيقة دكتور هو الأجسام المغربة ممكن بتواجه لا حضرتك أنا أعمل أستاذا في كليات الطب طعب يا فندم أنتظر بقى مكالمة حضرتك إن شاء الله بعد شهرين تلاتة تبشرين إن شاء الله حاصل حمل أنا في انتظر مكالمة حضرتك إن شاء الله اتفضله اتفضلي يا زيني أي يا فندم وانت بالصحة وكل سلام يا فندم ربنا يا بارد في عمرك أنا زينب من العشر من رمضان أنا بطفل بس أشكر حضرتك مش عايزة ولا لي أي استثار ولا عندي أي سؤال أنا بشكر حضرتك بس على مجود حضرتك اللي أكتر من رائع وعلم حضرتك وضمير حضرتك يعني أنا صراحة بشكرك جدا 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 يعني مش بنلاقي دكتور أبدا من النادر من الكنة القليل إنها لقي دكتور في إخلاص وضمير وأمانة وعلم حضرتك كده ربنا يا ربي متشكر لحضرتك جدا كلامك فوق راصي متشكر لحضرتك جدا جدا اللهم مرزقنا الإخلاص في القول والعمل وانفع بنا يا رب الكلمة نور وبعض الكلمات قبور والكلمة مسئولية والكلمة أمانة تمام؟ هذه الكلمة يجب أن تكون في موضعها أنا متشكر لحضرتك جدا كلامك فوق راصي الحقيقة وأنا قعد في الحلقة دي في حاجات كتيرة يعني أثارتني منها مدام داليا والذكاء اللي بتحاول تستخدمه والسيدة عواطف تقول لك التبويض بقى ضعيف بقى له شهرين وحصل أكياس وكمل ولا لأ وقصت كده اللي عايزة تقصه وبعدين ده أستاذ برضو في كلية الطب فالحقيقة جاء كلام حضرتك زي البلسم فوق راصي كلامك ومتشكر لحضرتك جدا في فيديوهات كتير عايزين نعرضها على الوقاية من مرض الكورونا الإصابة بفيروس الكورونا المستجد للكوفيد 19 بإذن الله يا رب يأتي الحلقة القادمة ويكون البلاء انقشع والوباء ذهب ومش محتاجين نعرض هذه الفيديوهات اللي كل مرة اتصالات حضراتكم بتمنعنا من عرضها لكن نرفع أكف الدراعة لله سبحانه وتعالى فهو القادر وعلمه وقدرته تفوق علمه وقدرة الأطباء على أن يرفع هذا البلاء ونؤكد لحضرتكم أن سنة الله في خلقه تقتضي أن هذا البلاء والوباء سينتهي لا أعلم الغيب ولا أعلم عن الوباء شيئا لكن أعلم أن سنة الله ستدوم وسينقشع هذا بعد وقت قريب لكن عندما يصل البشر إلى القناعة أنهم مهما تقدموا وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا باتا ويكون القول أن أضعف مخلوقات الله يوقف كل هذا العالم لنجيب على السؤال لمن الملك اليوم لله الواحد القخار فعلينا أن نرفع أكف الدراعة لله ونتوجه له بالدعاء وبإذن الله تعالى هذه البلد محروصة وإن شاء الله أجلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم دائما ولكل سيدات الوطن العربي الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد والكلام المفيد وبشرة خير وبإذن الله أقابلكم على خير اشتركوا في القناة